ما لأراك غير نشيط على عكس عادتي بك لقد سهرت البارحة في مراجعة الدرس النات لكنه صعب جدا حسنا دعني أشرح لك ونحن في طريقنا إلى المدرسة أتتذكر اليوم الذي أخذتك وأختك إلى الألعاب؟ نعم لقد كان يوما جميلا أمضينا فيه أوقات ممتعة انظر معي بماذا وصفت هذا اليوم؟ قلت أنه جميل فقد نعته ووصفته بالجمال فجميل نعت أو صفة والاسم الذي وصفته بالجمال هو الموصوف أو المنعوث وكذلك ماذا قلت عن الأوقات وبماذا نعتها ووصفتها؟ قلت أنها ممتعة فممتعة صفة أو نعت والأوقات التي وصفتها بالمتعة نسميها الموصوف أو المنعوث الآن هل تعرف هذا اللاعب؟ عرفت أنك ستعرفه إنه لاعب مشهور نأخذ هذه الجملة حضر اللاعب المشهور فنلاحظ هنا أننا وصفناه بالشهرة فالمشهور صفة أو نعت وصفة الموصوف الذي قبلها ألا وهو اللاعب وقد نعتته نعتا حقيقيا هذا النوع من النعت الذي يصف اسما قبله نسميه هناكا حقيقيا وهذا النعت يتبع المنعوته في كل شيء بداية في التعريف والتنكير فنقول حضر لاعب مشهور وحضر اللاعب المشهور فإذا كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة وإذا كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة وكذلك في التذكير والتأنيث فنقول حضر اللاعب المشهور وإن كانت لاعبة نقول حضرت اللاعبة المشهورة فالنعت يتبع منعوته كذلك في التذكير والتأنيث وأيضا في الإفراد والتثنية والجمع فنقول حضر اللاعبان المشهوران وحضر اللاعبون المشهورون فالنعت يتبع منعوته إفرادا وتثنية وجمعا وكذلك في الإعراب في الرفع والنصب والجر فنقول استقبلنا اللاعب المشهور وسلمنا على اللاعب المشهور فالنعت يتبع من عوته في كل شيء فهو في ذلك شأنه شأن الظلي الذي يتبع صاحبه في كل شيء الآن نأخذ جملة أخرى حضر اللاعب البارع فارقه إذا سألنا من البارع ليس اللاعب من اتصف بالبارعة ولكن فارقه فالنعت هنا لم يصف اسم قبله ولكن وصف اسما بعده تربطه بالمنعوت صلة أو سبب فلذلك هذا النوع من النعت نسميه النعت السببي سنلاحظ حضر اللاعب البارع فارقه حضر اللاعب البارع فارقه إذن فالنعت يتبع ما قبله في التعريف والتنكير النعت السببي يتبع ما قبله في التعريف والتنكير ولكن يجب أن ننتبه بالنسبة للتذكير والتأنيت نقول حضر اللاعب البارع فارقه وحضر اللاعب البارعة فرقته فنلاحظ أنه في التذكير والتأنيت يتبع ما بعده ولا يتبع ما قبله بالنسبة للإفراض والتتنية والجمع نقول حضرت الفرق البارع لاعبوها ماذا نلاحظ؟ رغم أن الإسم الذي بعده جمع فالنعت السبب دائما يكون مفردا النعت السبب دائما يأتي مفردا بالنسبة للإعراب النعت السبب يتبع ما قبله فنقول استقبلنا اللاعب البارع فارقه وسلمنا على اللاعب البارع فارقه نجمل ما قلنا النعت السبب يتبع ما قبله في التنكير والتعريف وفي الإعراب ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيت ويأتي دائما مفردا الآن نأخذ هذا المثل وإذا سألتك وقلنا يمر الوقت سريعا أين النعت هنا؟ ليس هناك نعت لأن سريعا نكرة والوقت اسم معرف وكذلك سريعا اسم منصوب والوقت اسم مرفوع وأنت قلت أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير وفي الإعراف أحسنت الآن انظر معي إلى الاسم الذي يتبع النعت السبب وتذكر معي فريقه فرقته لائبه فالاسم بعد النعت السبب دائما يكون مرفوعا ونعربه إما فاعلا إذا كان اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو صيفة مشباب الفعل فنقول زرنا بستانا ناضجة ثماره ونعربه فاعل لماذا؟ لأن ناضجة اسم فاعل غاب الولد الكذاب أخوه فالكذاب صيغة مبالغة أخوه فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه هذه أغنية جميل لحنها فلحنها نعربها فاعل لأن جميل صيفة مشبهة بالفعل ونعربه كذلك نائب فاعل في حالة واحدة إذا كان النعت اسم مفعول الآن سنأخذنا مدجة إعرابية نجح الطالب الحاضر عقله فنجح فعل ما ضمريع الفتح طالب فاعل مرفوع ونلاحظ هنا الحاضر نعت مدما المنعوت فاعل مرفوع فالحاضر نعت سببي مرفوع وعلى ما ترفعه الضم عقله فاعل الحاضر اسمه فاعل فالاسم الذي بعد النعت السببي فاعل مرفوع وعلى ما ترفعه الضم وهو مضاف لها مضاف إليه حادثت مفكرا مشهورا فحادثت فعل وفاعل من حادته مفكرا مفكرا مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة بمدى نعته بمدى وصفته مشهورا فمشهورا نعته منصوب تابع من عوته في النصبي وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الجملة الأولى نعت سببي والجملة الثانية نعت حقيقي أحسنت والآن أظنني فهمت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة